جديد الملف السوري على طاولة مجلس الأمن مبادرة سعودية قطرية لوقف القتال في حلب وحماية الشعب السوري من ويلات نظام الأسد والميليشيات المتعددة الجنسيات التي تدعمه أكثر من ستين دولة وقعت على المبادرة وسلمتها لرئيس مجلس الأمن للإعراب فيها عن الغضب من التصعيد المستمر لقصف النظام والعدوان الروسي على الأحياء الشرقية من حلب المبادرة السعودية القطرية الجديدة ترتكز على وجوب الحل في سوريا سياسيا وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة في الأعوام الخمسة الأخيرة رافضة بشكل مطلق أن يكون الحل في سوريا عسكريا باعتباره أمرا مستحيل التحقيق والحسم وبحسب المبادرة فقد تم الدعوة كافة الأطراف للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى مرحلة انتقالية تترافق مع وقف تام وغير مشروط لإطلاق النار من جميع الجهات حتى تتضح معالم ما أسمتها المبادرة بالدولة السورية الجديدة كما احتوت المبادرة أيضا على تحذير لمجلس الأمن من الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ الذي وثق وسيوثق وصمة العار الدولية تجاه فشله في مواجهة الفضائع التي ترتكب من قبل نظام الأسد بحق السوريين مهتمون بالشأن السوري يعتبرون أن المبادرة الحالية لن تبصر النور بإجراء واقعيا على الأرض متكئين في رؤيتهم هذه لتبادل حق النقد أو الفيتو بين الدول الكبرى الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الأمن حول مشروعين أحدهما فرنسي والآخة الروسية حول حلب لتبقى الفترة الحالية رهينة تحركات دبلوماسية متسارعة لوقف القصف عن حلب وأيضا رهينة للفيتو الروسية الذي يعمد إلى تعطيل أي محاولة في هذا الاتجاه